بناء على توجيهات فخامة الرئيس اعفاءات ضريبية حلوة دي صار اعفاءات ضريبية عديدة بتمس قطاعات حيوية لمسندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعديلات على قانون القيمة المضافة الفات يا فن هتيجي تقول لي يا يوسف بس أصل هقولك سنة 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 حضرتك وحضرتي وغيرنا بنتمتع بإعفاء ضريبي على الدخل بحدود معينة يعني في ناس ما بتفعش الضريب خالص وشان بس تتم أفهم يعني قبل ما أقولك ونسهب ونحول نبحث في مسألة الإعفاءات الجديدة المتعلقة بالقانون الجديد لضريبة القيمة المضافة فانا بس عايز أقولك هو ما فيش حد في مصر ما بيتمتعش بإعفاءات ضريبية على دخله خد بالك في حدود معينة بيتم إعفاءها من الضريبة وبالتالي في ناس معفاء تماما من الضريبة في نسبة تدفع ضريبة قليلة جدا في نسبة تدفع ضريبة أكتر إلى آخره ده عشان تبقى فيها